السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزاء التلاميذ في نص شهري جديد بعنوان مجد وحضارة كالعادة نبدأ مع أتهيأ للقراءة أذكر بعض المآتر التاريخية بالأندلس إذن نبحث عن مآتر تاريخية بالأندلس ونقوم بذكرها والأندلس غنية بالمآتر التاريخية التي تركها المسلمون نقول بعض المآتر التاريخية بالأندلس هي قصر الحمراء بغرناطا برج الذهب بإشبيليا قصر الجعفرية بصراقستا صومعة الخرالدة بإشبيليا إذن هذه بعض المآتر التاريخية بالأندلس ننتقل إلى تانيا أذكر أثر الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية إذن بماذا أثرت الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية؟ الجواب يتجلى أثر الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية في البناء والمعمار النقش على الزليج والجبس والخشب الموسيقى الأندلسية وانتشار الطلب الأندلسي بالمغرب والتأثير في المطبخ المغربي اعتماد تقنيات خاصة بالزراعة والصناعة والفلاحة إذن هنا يتجلى أثر الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية ننتقل الآن إلى ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة والعنوان وأتوقع علاقة العناصر الموجودة في الصورة إذن هذه الصورة وعنوان مجد وحضارة إذن يظهر في الصورة قصر الحمراء وهو من أهم مظاهر الحضارة الأندلسية وشاهد على ما وصلت إليه من مجد وازدهار وعلاقتها بالعنوان هو أنها تربوذ الحضارة ومجدها نبقى دائما في ألاحظ وأتوقع الآن نمر إلى الموضوع الذي سيتحدث عنه الشاعر في نظركم ما هو الموضوع الذي سيتحدث عنه الشاعر الجواب أتوقع أن يتحدث الشاعر في هذه القصيدة عن بلاد الأندلس وما بلغته من مجد وحضارة إذن هذا هو التوقع الذي قمت بتدوينه ننتقل الآن إلى أقرأ النص يا مغاني الفردوث زارك صب شاعر القلب طافح الوجدان طار شوقا إليك وهو عليل وتدانت بشوقه العدوتان من هنا مر موكب عربي وتغنى زرياب أحلى الأغاني هبط الشرق ها هنا يغرس الخير ويبني معاهد العرفان ويعلي بالحب والسلم ما لم يعلي بالحقد والعداوة باني في مزيج من عبقرية شعب عربي ومبدع إسباني بسوى الحب والتسامح ما كان ليحيا بأرضكم ديناني ها هنا ترقض الحضارة والمجد الذي شاده بنو مرواني إن يكونوا مضوا ففي كل قصر شيدوه محدث بلساني ننتقل الآن إلى أفهم وأحلل أذكر الكلمات التي تنتمي إلى عائلة كلمة الأغاني إذن نكتب الكلمات التي تنتمي إلى عائلة الأغاني لدينا غنى يغني أغنية غناء مغن أغاني غناء تغنى يتغنى أغاني إذن هذه بعض الكلمات التي تنتمي إلى عائلة الأغاني نمر الآن إلى ثانيا أصل بخط بين كل جملة ومعنى كلمة طارة فيما يأتي لدينا ألف طار الطائر إذن طار الطائر معناها خفق بجناحيه وارتفع في الجو إذن خفق بجناحيه وارتفع في الجو ننتقل إلى باء طار شوقا إلى أسرته معناها ذهب بسرعة إذن ذهب بسرعة إلى أسرته جيم طار صيته في الناس طار صيته في الناس معناها انتشر وذع ننتقل إلى ثالثا أضع علامة أمام الجواب الصحيح ينادي الشاعر في البيت الأول المغرب الأندلس المشرق إذن في البيت الأول ينادي ينادي الأندلس إذن هو يتحدث عن الأندلس رابعا أشار الشاعر في البيتين الرابع والخامس إلى آثار الشرق في الأندلس أذكر بعض مظاهر هذه الآثار إذن بعض الآثار التي تبين آثار الشرق في الأندلس الجواب بعض مظاهر آثار الشرق في الأندلس نشر مبادئ الحب والتسامح والتعايش بين الأديان وبناء المدارس والمعاهد لطلب العلم وتلقي المعارف إذن هذه بعض آثار الشرق في الأندلس ننتقل إلى خامسا أبين سبب تعايش أهل الديانتين في بلاد الأندلس تعايشا سلميا إذن ما هو السبب تعايش أهل الديانتين المقصود هنا الديانة الإسلامية والمسيحية في بلاد الأندلس تعايشا سلميا الجواب سبب تعايش أهل الديانتين ببلاد الأندلس تعايشا سلميا هو سيادة قيم الحب والسلم ونبض العنف وتقبل الاختلاف والانفتاح على الآخر مهما كان دينه هذا هو السبب ننتقل الآن إلى سادسا أربط بسهم بين كل مقطع والفكرة الأساسية التي تناسبه المقطع الأول الفكرة الأساسية التي تناسبه هي الشوق إلى الأندلس والتغني بماضيها المقطع الثاني قيام حضارة الأندلس على التسامح والحب والسلم المقطع الثالث والأخير لدينا دلالة آثار الأندلس على حضارة مزدهرة إذن هذه هي الأفكار الأساسية مع المقاطع التي تناسبها ننتقل الآن إلى سابعا أرصد في النص ثلاثة جمال تعبر عن إشادة الشاعر وافتخاره بالحضارة الأندلسية إذن ثلاثة جمال في النص تعبر عن إشادة الشاعر وافتخاره بالحضارة الأندلسية ثلاثة جمال تعبر عن إشادة الشاعر وافتخاره بالحضارة الأندلسية هي الأبيض رقم ستة تمانية وتسعة إذن البيض رقم ستة في مزيج من عبقرية شعب عربي ومبدع إسباني البيض رقم تمانية ها هنا ترقض الحضارة والمجد الذي شداه بنو مرواني وفي البيت التاسع إن يكونوا مضوا ففي كل قصر شيدوه محدث بلساني إذن هذه أبيات إشادة الشاعر وافتخاره بالحضارة الأندلسية نمر الآن إلى ثامنا ماذا يقصد الشاعر بقوله في كل قصر شيدوه محدث بلساني إذن قصد الشاعر من خلال هذا البيت هو نقول يقصد الشاعر بقوله في كل قصر شيدوه محدث بلساني أن القصور المشيدة بالأندلس تجعل كل من يظورها يقف أمامها وكأنها تحكي له عن مجد وحضارة لهذه البلاد نمر الآن إلى أركب وأتذوق أركب أعيد كتابة الأفكار الأساسية على شكل نص يتكون من أربعة أصبر إذا الأفكار الأساسية نكتب على شكل نص نقول يوجه الشاعر نداءه للأندلس معبرا عن حبه وشوقه لها ومتغنيا بمجدها وحضارتها معتبرا إياها أرضا وملتقا للتسامح والحب والتعايش بين الأديان إضافة إلى إشارته إلى آثار ومعالم الأندلس الدالة على عمق حضارته ومجدها إذن هذه هي الأفكار التي قمنا بصياغتها على شكل نص نمر الآن إلى التدوق أختار بيتا أعجبني وأعلل اختياري سأختار لكم بيتا والبيت السابع بسوى الحب والتسامح ما كان ليحيا بأرضكم ديناني إذن أعجبني هذا البيت لأنه يتحدث عن الحب والتسامح الذي عرف بالأندلس حتى تمكن الدينان الإسلامي والمسيحي من العيش جنبا إلى جنب طيلة قرون خالت إذن هذا هو البيت الذي أعجبني وهذا هو التعليل وإلى هنا أعزاء التلاميذ ننتهي من الأجوبة عن جميع التمارين الموجودة في هذا النص أترككم الآن في أمان الله وإلى اللقاء في نص آخر